أكد رئيس الوزراء أهمية التجهزات الخاصة بذوي الهمم في كل مبنى يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبخاصة المقار الخدمية لتيسير تقديم الخدمات لهم دون عناء وقال خلال تفاقده عددا من مشروعات حياة كريمة بقرية الودي بمركز الصف بالجيزة أن هناك توجهات رئاسية لمتابعة سير المشروعات للانتهاء منها وتشغيلها في أسرع وقتك كي تسهم في تغيير حياة المواطنين نحو الأفضل وبدأ رئيس الوزراء جولته بمشروعات حياة كريمة بقرية الودي بالصف بتفقد مجمع خدمات المواطنين تحية مصر ويعد واحدا من 11 مجمع خدمات يتم تنفيذه في محافظة الجيزة ضمن المبادرة ويضم المبنى مركزا تكنولوجيا ومكتبا لمستجيل المدني ومكتبا للشهر العقاري ومكتبا للتموين ووحدة طب الأسرة ومجمع للخدمات الزراعية ونقطة للإسعاف كما تفقد مدبولي وحدة التضامن الاجتماعي بالقرية وهذا وزار مدرسة الشهيد خالد أبو سنة لابتدائية المشتركة ومجمع الخدمات الزراعية ووحدة طب الأسرة وذلك خلال الجولة كما تفقد مركز شباب قرية الودزي ترجمة نانسي قنقر